شكلها كده بفايزة على تاني طلايبة جيتت معاديك مصبوط كنت تعرفيني جاي ها؟ متى لو كنت اتأخرت شوية يسوك انه يخرب ولا انت شايف ايه؟ شايف انك ولا مجنون ولا مستبيع ولا حتى الاثنين انت حدا عارف كويس قوي انت بتعمله لكن اللي ما تعرفهوش اللي ما بيتخدش بالرضاية مش هتعرف تاخده غصب عني لما انا خده خلاص لما جتيني لحد عندي بريدليكي فود ان انت عايز تركى بمكانه بيكبروا السوق ما بيخربهوش زي ما انت بتعمل اللي حضر عفريت مش قادر بس يصرفه ده يحرقه كمان ومحسوبك بقى قادر يولع في الدنيا دي قد اللي فاتت عشر مرات سوق جديد مش فودة بقى والسكرتة والحاجات اللي راحت عليها دي واضمن ولائك ازاي؟ عيب عليك يا مداء الكار بتاعنا ده لا في ولاء ولا في عبية الكار بتاعنا ده اللي بيحكموا القرش وطالما في قرش والدنيا حلوة هنرفضها الحلوية بس خلي بالك انا مش زي فودة انا اللي بيزعلني بوضع وانا الشي بس انا اللي بيزعلني بيزعل من زعلني اتكلمي 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 مقال حد كله وقل لي احنا فيه ده كله بسبب كلامي بسبب كلامي؟ وانا قلتلك ايه يعني؟ مش عادت تزني في الفلوس والشغل والزفت لحد ما اضطررت اخش في القرف ده كله عشان عرفك فيكي وانا لو قلتلك تشتغل في الغلط؟ كنتش قدامي غيرك يبقى ما تلبسهاش فيه ولا انت ما بتحبش تشاير روحك لازم ترمي على غيرك ما تكلمنيش بالاسلوب ده وما انا كلمك بقى اني اسلوب يا دكتور وانا حطك هزمة في بقى وسجتم ما بتكلمش وانت مدايق عليا وكاتم على انفاسي وانا يا بنت عادي مش مشكلة فوتيله لك انت شايلني حاجة انا ما عملتهاش لا عندك بقى ولا انت كل الناس عندك وليات كلب غلطرين وانت ما بتغلطش عندك حاجة لا استهلا مصلحة ايه دي اللي تخليها تجيلك لحد قوضة نومي؟ ممكن توافق قدامك ما سهلتاش انت ليه؟ مبعدين هو فيه هو قال له روحت له ولا يلي جد كنت عايزين اعمل ايه؟ ما هي دي المشكلة؟ بص يا بوشي اللي بيني وبين موجة شغله بس اتحوري بقى واتدخليه بشغل غيره ونسوين انا مليش فيه حليني منه كلام ده يا سيد اصلي تمرت عرفهاش ادي ما تشتغلش معاه يا سيد تصدقني ده عشان مصلحتك مش عشاني انا يعني ايه؟ يعني ما اشتغلش معا ما يكفهش يسوق كله تحت ديه هروح منها فيه انا خايف عليك يا سيد وخايف اتروع مني بعد اللي حصل من عرضان اللي خايف عليك منها يعني ايه؟ يعني موجة خلاص حطيت فتناخي مش ترضى ان انت تشار كافي يا ابدا انا شاف ان احنا نفضل صحاب سديني ده عشان مصلحتك خلينا نبعد شوي هي اللي قلتلك كده؟ لانا كنت مهوتك ومهوتك سيد انت متعرفش انت بقيت ايه انت؟ ماينفعش تسيبني طيب طب خلينا نتقبل في اي مكان غير ده بلاش هنا خالص شاينفع بوشي مش تفرق كتير اي مكان تاني زي هنا بس مش عايزك تخافي انا بعمل كده عشاني اسمعي كلام انا مش عبد عني بس خلينا نبعد شويه وانا هتطمن عليك من وقت لك تاني وانا هتطمن عليك من وقت لك تاني ودي حاجة بسيطة بقى اللي ننوصل بنشرف ان شاء الله يا ننوصل عين امه حبيبتي يا ميسا الهي ربنا يكبر بخطرك ياختي ويسلم خطواتك يا رب تعيشي ياختي ياختي انا كنت حاملة هم مشوار زي ده كل منوي المعلم يرداني بيقول لي ابدا ما انتش متحركة من مكان ياولي يا خايف عليك وحافظة خايف عليك كده لغاية ما سيد الناس يشرف بعد كده واخسم بجلال الله مالك غير يصار مجانين يلهمو يا يا حبيبتي يا ميسا اسلاميلي يا حبيبتي متشكرة قوي شايف يا معلم؟ شايف حلوة نقوتها؟ اه مال اهو انا جبتالك لغاية عندك اهو اكتبي بقى اللي انت عايزة في ورقة وهي تجيب وليك كل وانت الطمينة برضو علاودك موجودة انا كل مشوار عادي كيرشين ساخن يا لهوي ده التصرف بقى لق ياخوي اللي ام ايدك انت جايلك عايي ان شاء الله ان شاء الله ياولية ايه؟ متو متأمني صاحبات الكوبات شاول الحاجة ايه الواخلي اللي انت في ده؟ حاضر ياخوي حاضر بالراحة ياختي يالله بقولك ايه؟ كلمتيه؟ لو النبي يا عام سلطان فكنا انا من الليلة دي ده انا لسه بتكلم معي لقيته هبف وشي وفرج علي اللي رايح ولي جاي كلمه انت يا عام سلطان ده حتى تربية ايدك ولو ما اسمعش من الناس كلها هيسمع منك انت ما انا كلمت يا ميسا بس هو مسطر للطرشة واضح كده ان كلامي مبقلوش حاز عنده وانا مش حملة غطبة تاني انا ما صدقت البست الدبلة دي في ايدي خلاص يا ميسا انا عملت الوجب اللي علي وفطنتك وانت حرة بقى بس بعد كده مجيش تنوحي سلطان سلطان سلطان